السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عابينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هناك سوق يسمى سوق الجنة والنار هذا السوق الناس يشترون فيه ويبيعون فمن أراد الجنة فله دكاكينه التي يشتري منها ومن أراد النار فكذلك له دكاكينه التي يشتري منها هناك أعمال تدخلنا الجنة هناك أعمال تدخلنا النار والعاقل هو من يسعى إلى الأعمال التي تدخله الجنة ويبتعد عن العمال الذي تدخله النار الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وإذا جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار يختصمتا فقالت الجنة يدخلني الضعفاء وقالت الجنة يدخلني الجبارون فقال الله تبارك وتعالى لكل منكم علي ملؤها ولما خلق الله الجنة أمر جبريل أن ينظر فيها فنظر جبريل في الجنة فقال الله له ماذا رأيت قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم ثم حفت الجنة بالمكاره ثم قل جبريل أنظر فيها فنظر فيها قال خشيت أن لا يدخلها أحد ثم أمره الله أن ينظر في النار فنظر في النار فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها ثم حفت بالشهوات فقال الجبريل أنظر فيها فنظر قال خشيت أن لا يسلم منها أحد فالله سبحانه وتعالى حكمته جل وعلا حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات والعاقل هو الذي يتحمل هذه المكارهة لشيء يريده هناك ألا وهو دخوله الجنة فمن هذه المكاره قيام لصلاة الفجر الاغتسال الجهاد في سبيل الله الأمر المعروف أنه على المنكر بذل المال في الزكاة في الصدقات صيامه رمضان الحج في سبيل الله تبارك الله حتى أني أذكر أن أحدهم قال لي دينكم جميل دينكم يدعو إلى مكارم الأخلاق ويصفي الروح ويخاطب الروح كما يخاطب البدن بس في مشكلة واحدة في دينكم قلت ما هي هذه المشكلة؟ قال كثرة التكاليف تكاليفه كثيرة قلت له نحن نسعر بهذه التكاليف نحن نتمتع بهذه التكاليف فالقصده أن الجنة حفت بالمكاره والإنسان إذا أراد الجنة له أن يصبر على المكاره كما قال الله تبارك الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستموا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى إنه ذكر أن أحدهم أنه جاءه رجل يهودي قال واليهودي هذا كبير في السن بين الستين والسبعين فقال له أنا أفكر كثيرا في الإسلام فكيف الدخول في هذا الدين قال لا 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 أنصحك لا أنصحك هل تعرف أنك إذا دخلت في الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة تقوم الفجر وإذا كنت على جنابة تغتسل ولازم تخرج زكاة مالك وعندك حج والحج صعب جدا وصيام شهر رمضان عندك الجهاد في سبيل الله يعني خوفه من الإسلام يعني من التكاليف التي فيه يقول له فانصرف هذا اليهودي فرجل كان يسمعه ما جاء قال ماذا تفعل أنت؟ رجل يدخل في الإسلام لماذا تمنعه؟ قال هذا يلعب طول حياتي والآن سيدخل معنا الجنة لا يدخل الجنة وكان الجنة ملك له هذا كلام باطل قطعا فالقصد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ولكل منها أهلها هناك من سيكون من أهل الجنة هناك من سيكون من أهل النار أهل الجنة هم الذين عبدوا الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهؤلاء هم أهل الجنة بينما أهل النار هم الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وعتوا عن أمر ربهم تبارك وإصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون فأهل الجنة يدخلونها بما عملوا وأهل النار يدخلونها بما عملوا وصف الله الجنة وأنها جنان وأنها درجات وبين درجة ودرجة كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء والنار دركات وأهل النار أربعة في دركاتهم أعظمهم إثما وأشدهم جرما هم المنافقون وإذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم أشد الكفار عذابا ثم يأتي بعد المنافقين المرتدون والمرتدون هؤلاء يعني أيضا كفار لكنهم أهوا من المنافقين ثم يأتي بعدهم الكفار الوثنيون الأصليون الكفار الوثنيون عبادوا الأصنام عبادوا الكواكب عبادوا الأحجار عبادوا الأشجار هؤلاء ثم يأتي بعد ذلك الكفار غير الوثنيين فهؤلاء كلهم من أهل النار والنار دركات كل دركة أنزل من دركة وعذابها مقيم والجنة نعيمها مقيم الجنة أهلها خالدون فيها أبدا والنار أهلها خالدون فيها أبدا عندما يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على صورة كبش فينادى أهل الجنة فيشرئبون ينظرون ثم ينادى أهل النار فيشرئبون ينظرون ثم يقال لأهل الجنة هل تعرفونه فيقول نعم هذا هو الموت ويقال لأهل النار هل تعرفونه فيقول نعم هذا هو الموت فيذبح الموت فعندما يذبح الموت يقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة